أخبار اليوم أخبار اليوم الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم عشان هو عرض السؤال ده دايماً بيطلع ناقص عندك انت بتكتفين تقول لأر المئمة هنا أكبر مننا ما غير ما تقول إن دي سبعة عشر وإيدي تمانية وعشرين وتحسب الدينيسي ما تكتب الكلام كامل هنا إيثانول كانت بي يوز ده سؤال ابتكاري شوية إيثانول كانت بي يوزد أز أنت فريز طبعاً لو أي حد بس عشان انت بها تكتفى بالسؤال الحلوة إجابته أد كده صغيرة كلمتين بس لو أي حد حط برفان في الفريزر بيتجمد هتحدك حط أي برفان في الفريزر ما تجمدش يعني طبعاً البرفان ده عايز بيرتو اللي قولي سانول يبقى سانول مانع للتجمد طبعاً منعش التجمد فريزر العربية ليه هنا هنتكلم في درجة الحرارة بقى اللي سانول درجة غليان وكام مكتوبة عندك في كده تمانية وسبعين مكتوبة مرتين مرة في الأيزومريزم أو الأورجانيك مرة في الآخر في الكحولات تمانية وسبعين طيب ودرجة غليان السلين جالية كل مية وتسعين عالية أو حتى من غير ما نعرفها درجة غليان العالية اللي حامده توق ويتش بقى متواجدش ببونت وحلون لقاس ده نمبر ويتش انكريز يبقى البيلينج بويت انكريز يبقى اليسانول لما تحطوا فريزر تير حيمنع التجمد طبعاً مش في مصر هنا لمناطق الباردة اللي عنده المية بتجمد فريزر تير فإلا هيبرد الموتور فلازم يحط حاجة تمنع تجمد المية تبقى سهيلة في فريزر تير اليسانول هيطير من أول تبريدة لأنه درجة غليان عالية سلسل تسعين وهو درجة غليان عالية سلسل تبريد لكن اليسانول هيكل المفروض بيستخدم درجة غليان عالية وتسعين هيقعد يبقى زيز زيت قاعد في المية على طول يبقى يزن الإجابة بكوز اليسانول سلسل تبريد سائل متطاير بشكل المغرب سائل متطاير سائل متطاير سائل متطاير بعد استناء الماء من فريز responsibilities لاحظنا ناس كتيرة لم تطولك كامل سائل متطاير اننا بصفح ان نزلت بدأت بل حول سائل متطاير سائل متطاير سائلت مقفولة. شايف الحقنة دي مقفولة. وقادي البستن بتاع الحقنة. لما نزق كده يحصل ايه للفوليوم اللي هنا? ديكريز. يعني ايه? يعني بريشر انكريز. زمن يقبل. مع ديكريز. لما الفوليوم". يقوم بريشر. لكن بريشه. طبعاً عندنا كلاطاَ في عدد المولات. عدد المولات دي عبر عن إيه؟ ما عدد المولات? ممكن تترجمه فوليوم. مش المول بيتين وعشرين ومبعا عن عشرة. يبقى عدد المولاد تحضير الأمانيا هنا أربعة المولاد بيدو اتنين في الأمانيا يبقى اتنين وعشرين وعشرين فاربعة وهنا في اتنين يبقى فوليوم كبير بيدو فوليوم صغير والعكس طب وإعلقة الفوليوم بالبرشر لما يزيد الفوليوم بتاع الغاز يزيد الضغط جزء به لو عندك بلونة فيها هوا مفضية زود كمية الغاز يزيد الضغط يزيد الضغط يبقى كلما يزيد الحجم يزيد الضغط يبقى إذن الضغط يترجم بالحجم والحجم يترجم بحدد المولاد يبقى لما زود الضوء 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 ما يبقاش في مكان الكبار وانت عند الكبار بيدو صغيرين يعني الغازات كبيرة تتحول غازات حجمها صغير والعكس يبقى إذن الضوء يبقى الضوء الضوء أو يبقى الضوء أحسن حاجة تفق بها الضوء الضوء يبقى الضوء يتجب أن العكس وعكس يختفي إذا كنت مال Word ظهرت الضوء كنت مال ما أعيث يبقى أن ضوء مقابع ثابت وقAAAAAAAA والآخر عدد المولاد يبقى العزف ثانيا و تزداد 4 مول يبقى كده ايه يروح في التجاه الأموني يبقى اللي جابة ايه بقى هقول increasing pressure shift the action forward هلا زقوا قدام ليه to decrease the number of moves يعني decreasing the volume طيب and produce أموني فبنيجي هنا cover is electrode برضو السؤال ده فيه مفهوم هنا مهم قوي احنا عندنا في الجالفانك سلم المتال لما يدوب المتال لما يدوب أو بيعمل إن سأتسركك إلى المدخول مسورة مدخول المدخول عمل legit إن الخطوات يزيدة في الصعب لازم تعرف اتفاع درجة انت لما بتحط كده خشبة في النار بتولع على طول لكن غاز طبيعي بيهب على طول ايه الفرق بين اتنين الخشبة فيها بندات كتيرة وفيها استابلت شوي فبتحتاج طاقة اكتر طب ايه الطاقة دي بقى الطاقة دي بتزود حركة الجزئات بتعمل تعمل طب وبعدين خلي بالك اهو همرتبهم واحدين تلاتة رايز ان تنبريتشا انكريز اكينيتك انرجو موليكوز هل ببريكو فبونتز طب وبعدين انكريز اكتيفيتد موليكوز اندي انكريز اكتيفيتد موليكوز خدنا كوليجن سيوريا نو كيميكا راكشن نزولة كوليجن بازم حيتفعلهم بايد لازم اخباطوا ببعض فيما يبقى لازم الخطوات الاربعة بلطول طيب هنا نمبر اتومس 22.4 لتر خلي بالك انا اقول اتومس هاي خلي بالك بقى نمبر اتومس 22.4 لتر اكسجين جايز ديفرد من نمبر اتومس او ميثين جايز اذا مقالي اتوم فاد كبقه مش موليكوز هتقولي ده عكس الكلام ايه عكس الكلام افوغادرو عكس الكلام اكسجين او مريكوز اقويEST قويرة ا m하고 ات teleq مرص به الكلام او مريكوز فعندك الأكسجين ده بقى ايه ثو اتومس بس مثل الميثين هكذا اتش فور ده بقى اتوم خمس اشوة اتنين وده بقى افري فعلا. فإنه يبدأ بدي 2 في أفوغادرو وده 5 في أفوغادرو. يبقى فعل عدد في كل لأن المول من الأكسجين لديه أفوغادرو لكن مع الأتوم غير أفوغادرو. طب والمول من المسين لديه أفوغادرو لكن مع الأتوم اختلف. طيب. هنا بقى. دي مسألة. بس برضو هم يديك هنا. خلي بالك بقى ما عندك انا من رأيي عشان تعرف تغير الصين وتحولهم صح. يبقى تغير الصين. يبقى ده بقى لا باشتغلش. احنا قلنا واللور اكسيديشن اكت اس انا. طب ما تحولهم كلهم تغير الصين بس. خلي دي نيجاتف. فور او بوينت فور. وهنا برضو دي نيجاتف او بوينت ايت. طب مين هيبقى اعلى بقى. نيجاتف او بوينت او فور. او سري فور. طبعا ده الاعلى. لان النيجاتف في رقم الاعلى هو الاعلى. يبقى كده الكبر هو هيبقى اقلت. والسلفر هتبقى كاسب. ونكتب الهاف سر اكشن. الهاف سر اكشن نكتبها عادي. ساوز نظام. وده احتجاء التليهر من الاند للكاسب. وده احتجاء التليهر من الاند للكاسب. والإجابة عندك قدام تبص فيها طيب المسألة دي طالب منك دي وتحسب ليه مف هتقول مف equal هتطلع النتيجة طيب المسألة مشهورة عندنا في كتاب النماذج موجودة وزيها واحدة في كتاب المدرسة مثال محلول ولا حاجة انت عندك وزنتين للمادة دي هو عايزك تحسب له X اللي هو عدد الموليكينز أوف ووتر فعشان تحسب له X لازم تستعرض هتشوف الوزنتين دول عشان تشوف وزن الماء كان الوزن دي هيدريتت هيدريتت ههو قبل منحطها في الديسكيتور يعني ايه هيدريتت ودي لقى الهايدرس نعمل ماينس لقى الوزن الوزن هطلع 0.36 جرام وزن الماء طيب أنا رأيي أن أريك أنت تعمل زي ما أنا عمل لك في المودل انسر ايه وبعدين تعطينا ملكلر ماس بتاعت الكاسم طبعا 40 plus 35.5 وبعدين تعطينا ملكلر ماس بتاعت المية التين وجنبها اكس لان انا مش عارف المية كامل ما عارش كامل عندي بقى وزن المية عنا قولنا 0.36 وعندي وزن ده اللي هم الدولي اللي هو كامل عدنا الوزن ده بقى بعد التسخين اللي هي غير 0.11 مش كده هبتدي اعمل ايه cross multiplication ده هطلع ب 111 يبقى 111 في دي على دي هطلع لك يبقى x 18 هتساوي ده في ده 111 في 0.36 divided 1.1 هطلع 66 طب اعرف بقى 18 المية اكس ازاي هقول بقى ايه ها 36 divided T يطلعوا باتنيه خلاص يبقى المركب بتاعك اكس باتنيه ده كله محلول عندك في الموزج الاجابة بس حبيتها فاهمك انا عملتها من الطريقة دي بيه حشان تقدر تفهم الحزبقة تساوي طيب بعد كده في مسألة ايه بيقول لك what is the rule طبعا ده rule of scientists ده المفروض ان انت تكون عندك فكرة عنه كويس جدا rule of scientists جاي والوسائق وفولر كل دول موجودين عندنا هاو كان يوديفرانشينت هاو كان يوديفرانشينت هاو كان يوديفرانشينت عايز بس تعليق صغير على هاو كان يوديفرانشيت التجارب دي سهل وموجودة عندنا بس فيه تعليق صغير بلوقتي بيقول لك فرق بين الميسين والإسيلين هتقول لي بالرد برومين موطر اللي هو البرومين الريد وده ليكويد ونحط عليه كالسام تيتركلورايد فيه ناس بقى بتقول لك ايه بتقول لك if it is the color will disappear if it is the color not change الإجابة دي خطأ تماما هتقول لي ده نعيد التجربة كاملة لان انت قلت الconclusion قبل الobservation قلت المستنتاج قبل المشاهدة انا بقول لك الاتنين دول مش معروفين تقول لي اذا كان إسيلين وانا شعرف انه كان نسيلين يبقى خلي بالك انت كاتب التجربة كاملة وهتاخد صفر وبتزعلش لان انت بتجوء من غير دباغ لازم انا بقول لك فرق بين اتنين عن نون انا مش عارفه يبقى تقول لي إيه زراع اللون يبقى إسيلين يبقى إيه is the color dis appeal زي ما انا كاتب لك سوء اتزق السلين if the color not change سوء اتزم فين ولا طالب اكوشن ولا حاجة هنا برضو إسانول وفيم هتحطها هنستيركولايد هتقول نفس الكلام برضو ما تقول ليش بقى إيه إذا كان فينول هيتدي فيلوت لا تقول لي إيه زراع اللون بقى فيلوت يبقى فين احنا نتكلم دلوقتي عشان نحالج المشكلة مش أي إجابة بس كلها ناخد بقى لنا وتتكرم يا حبابة شكرا شكرا